السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه النهاردة هنعمل مع بعد ان شاء الله كنافة نابلسية مية مية جربتها وطلعت بجد طحفة بصوا جبت نص كيلو من جبن العكاو واهم حاجة اهم حاجة في التجكات الجبن العكاو بالزاد تتحط في المية تلاتة ايام بتغيير المية زي ما انتم شايفين كده قطعيها وممكن تبشريها كمان في المبشرة بعد ما تنزل المية وبتنصف فيها كويس جدا من المية او هي تكون فيها مية عشان ما بوزش التكنافة بتاعتك تمام يعني حطها في مصفة كده قطع ما تنزل المية حوالي نص ساعة بعد كده ايه استخدميها حدت معلقتين كبار من السكر اه وكمان حدت نص كوباية من الزبدة الصيحة مع السمنة اه الرغبة اللي انتم عايزين يحطوا سمنة حشو زبدة زي ما انتم عايزين بس اعملوا اختلاف النكهات بتبقى حلوة جدا تمام جبصانية وحطت فيها اه لون الزعفران وفردتها في الصينية ومتفردت الكنافة بعد ما فردتها دست عليها بصينية زي ما انتم شايفين عشان تطلع متماسكة جدا شايفين شايفين شاو صفوا الجبنة بتاعت العكاوي من المية كويس جدا حالي بقى راشة كده بسطة من المدرلة لو حابين مش حابين اه استعملوا دي او دي برحيتكم خالص حطوها في الفر وقلبوها بعد كده لو طلعت يعني ايه فوق مش واخد لون حل اه لبوها وقوم نحطها في الفرن لديها لون الزعف زي ما انتم شايفين وحطت عليها السيرب بتاعها يكون خفيف مش تقيل يعني كوبايتين من السكر عليها كوباية من المية غلط يضوبك عشر دقيق فقط وقوم بعد ما طفيت عليها النور النار النور حطيت عليها اه معلقة كبيرة من ماء المورد طلعت جميلة جدا جربوها وعلى دامانتي يلا ايه رأيكم في التاع الفيديو وحطولي التعليق ولايك مع السلامة اشتركوا في القناة الله أكبر الله